قد يقول الناس إن قداء 27 عاماً في السجن هو إهدار للعمر لكن أهم شيء بالنسبة للسياسي هو بقاء الأفكار التي ناضل من أجلها هكذا لخص نيلتون مندلا أشهر سجين سياسي عرفه العالم رحلة نضال طويلة قضى منها نحو ثلاثة عقود داخل أسوار السجن رحلة بات معها رمزاً لكفاح ضد التمييز العنصري في بلاده ودون اسمه على لائحة أبرز شخصيات التاريخ المعاصر ولد مندلا وهو اسم مندلا القبالي الذي يعرف به زعيم جنوب أفريقيا التاريخي في الثامن عشر من يوليو عام الف وتسعمائة وثمانية عشر تشبع بأفكار الوطنية الإفريقية واعتمد فلسفة نبذ العنف في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي وقد درس القانون وانخرط في السياسة المناهضة لاستعمار الأجنبي مع انضمامه إلى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي اسم مندلا الذي اعتبر أبا لأمة كاملة برز بشكل كبير مع دفاعه عن أبناء وطنه ضد التمييز العنصري مما أدى إلى القبض عليه مرارا وتكرارا تحتم زاعم القيام بأنشطة مثيرة للفتنة أحيانا وتهم الخيانة في أحيان أخرى بل إن الأمر تخطى إلى إدانته بالتآمر لقلب نظام الحكم وصدر بحقه حكما بالسجن مدى الحياة عام 1962 وبعد 27 عاما من نضال مندلا وراء القطبان خرج بعدها إلى النور بعد ضغوط دولية على سلطات نظام التمييز العنصري يوم قبلها سنوات وسنوات لم يدخر فيها جهدا ولا وقتا من أجل فكرة كان مستعدا للموت من أجلها رغم أنها كانت كلما عاش من أجله وفي عام 1994 شهدت جنوب إفريقيا أول انتخابات متعددة الأعراق انتخابات انتصرت للحرية والديمقراطية والسلام وجاءت بأول رئيس أسود في البلاد نيلسون مندلا الذي قال يوما ما أنه ليس ملاكا ولكي ينجح في بلد كجنوب إفريقيا عليه أن يصارع بكل ما أوتي من قوة وفي عام 2013 كان لهذا الجسد الذي أصبح أيقونة تجاوزت كل الحدود أن يواري الثراء بعدما أسس لمجتمع جديد يسوده المساواة بعيدا عن أي عنصرية موسيقى موسيقى